الحريات اللي شاهد الانتخابات وراقبها على فترة طويلة ماذا قدرت بالبرلماني؟ اكو نبتة بالجنوب بالحوار يسموها الخريط اهي تخبل هاي هاي صفرة يقولون يعني حتى بعض اللي يجيبوها وهاس غالية بـ 30 ألف دينار يقولون مقوي جنسي هذي نجيبوه البغداد يبيعوه بالأسواق فاحنا بالعراق يعني قضيتنا قضية مثل شون واحد مصاب بالسرطان ويوصلون اهل يقولون بس داروه يعني حد ما يودع اعتقد انه حالة الفشل في العراق اصبحت حالة نهائية ولم يعد من امكان الا بتغيير النظام السياسي بالكامل طيب اما ما عدى ذلك السؤالي راتب البرلماني هذا شنو راتب البرلماني؟ انا بس قواني لغاية بسؤالي يا براتب اربع ملايين اربع ملايين راتب خمس ملايين راتب ثلاث ملايين البرلماني المفروض ما ياخذ راتب عيب تعرف يا شعب؟ لان البرلماني يمثل مجموعة بشرية وجاي حتى يشرع قوانين ويراقب اداء الحكومة التنفيذية الفاشلة كالعادة يعني الفاشلة كالعادة وليس الحكومة عد عائلة وريد يعيش لا 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 حبيبي لا موضوع لا ارجوك 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 موضوع ما اكو عائلة يريد يعيش شنو يجي اخذ من فلوس الشعب العراق اربع ملايين يعني مواطن انت شنون اريد افهم فهمني اياها انا هسا ما افتهم فهمني اياها يعني انت برلماني تاخذ اربع ملايين او خمس ملايين او عشر ملايين وتمثل واحد حافي ما عنده يعني ما عنده فلوس يشتري حذاء شو راح تمثل هذا المواطن شو راح تقنعه لازم انت تكون مثل المواطن هسا ما تكون افقرا من المواطن بمعنى اخر انه تواصل المواطن مو هي هالمواساة البرلماني يجي ياخذ راتب بمقدار بسيط اذا كان ذلك ضروري للنهاية اما ان لا يأخذ او ان لا يأخذ ويعود الى وظيفته الاصلية بس هو يتبرعه برواتبهم وانطوقع له وش نتبرع برواتب لحظة هو انت من هذا انا يشوف اعتبر الترشح للبرلمان العراقي وعبارة عن بحث عن مجد شخصي لا اكثر ولا اقل